مصر مصر أبو عسين مصر هي اللي طلق روحها ستين سنة وهي بتحارب وقفلهم زي الأسد والشايلة القضية فوق دمخها مصر هي اللي عبرت في ست أبتوبر وانتصرت ودفعت عن كرامة الشعب العربي كله مصر اللي شئيت وتعبد وضحت بشباب زي الورد طيب تقولوا عليها أنها باعت القضية برضو دا احنا فرحنا لكو وهتفنا لكو والشارع كله كان معاكو لما نزلت الصاينة تحت الأرض خمسة وتلاتين يوم في ملاجئ زي الفران اللي يشتم مصر أمره ما يكبر مهما عمل مصر هي الأم واللي يشتم أمه هو اللي خسران مصر بقلوبنا وما حدا بيقدرين كرع مصر يلي عملته انتو بلاشتوا بالخطوة يا أخ ناجي ونحنا حنكمل نضال وراكم حتى تضال راية العرب والمسلمين مرفوعة دايماً بس كيف فكرتوا به الفكرة الجبارة؟ وكيف قدرتوا نفذتوا؟ وليك يسلم الشباب ويسلم الوطن؟ الله يخليك يعمل حج دا إبراهيم ليب ليب في اللغة العبرية دا اللي كنا ماشيين بيه في طلابيب وده بقى حسام الباطل بتاعنا دا أول واحد نط على السطح بتاع المن خدمك عبد الجليل اللي أنا مؤخصة فور قطبان الخازلة مهندس زاهر مهندس كومبيوتر تهابي دا بقى البركة بتاعتنا الشيخ حسن شو راح بتسوي بكل هالمصاري يا أخ ناجي؟ أولاً وقابل كل شيء يعني إحنا كنا عاملين حسابنا في مبلغ كده للمقاومة اللبنانية يعني تقديراً منا وإعجاباً بكفاحكم ونضلكم الحمد لله الحزب بش عيوز بصاري نحنا بيكفينا دعم الشارع العربي والله يا بحتين درجل مية مية أنا قلت برضو إن هو مش هيخد مليين لا يا ربي يزيدك ما يحرمك ويديك ما يضيمك أمال إحنا حنمشي إمتى أبا حسين؟ تمشوا؟ تمشوا لواني يا أخ ناجي؟ على مصر هوان ما زقتوا منا؟ لا إحنا عمرنا منزق منكو أبداً إحنا لو قضينا بيئة حياتنا كلها هنا منزقش منكو بس أصلاً عايزين نرجع مصر بالحاجة عشان فيها عمليات تانية بنوطب لها العملية التانية صارت جاهزي أخ ناجي بل كنت سوء هون عمليت إيه؟ السيدات والسيدة إليكم هذا النبأ العاجل قامت قوات حزب الله بالقبض على ثمانية جنود إسرائيليين تسللوا إلى الحدود اللبنانية فجر اليوم وأعلن اعتبارهم أسرى حرب ومعاملتهم معاملة الأسرى إلى أن يتم التفاوض بشأنهم أو تبديلهم بالأسرى اللبنانيين في المعتقلات الإسرائيلية قامت قوات حزب الله بالقبض على ثمانية جنود إسرائيليين تسللوا إلى الحدود اللبنانية فجر اليوم وتم اعتبارهم أسرى حرب وسيتم معاملتهم كأسرى لأن يتم التفاوض حولهم عبد الجرير أبني لا 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 عبد الجرير إبني يمين طلاق بالثلاثة يحزبني في نار جهنم يوم الجامع إن ده عبد الجرير إبني هو أنا حتروح عن إبني عبد الجرير هي حاجة بيقولولك دول عساكر إسرائيليين عبد الحدود والمقاومة جابتهم يا أبني يا أبني بحرف لك بالله العظيم الثلاثة إن ده عبد الجرير إبني أنا طلعه من وصف مليون حتى بقى مارت سحنته إلى غبية دي وعبد الجرير إيه اللي وداهي في بقيل يا حاجة ويتطوع في الجيش اللي في بقيل كمان لا انت بان عليك خرفتي يا حاجة إغرص يا للأدم إنت اللي خرفت إنت عويلتك كلها والحارة كلها بقيتك خرفت بقول لك اللي في الصورة ده إبني عبد الجرير ولما هو عبد الجليل إيه اللي وداهي في بقيل إستهاينا خطفوه إستهاينا خطفوه بس أنا مش هاسفوت هروح للحكومة وأقلب عليها واطيها لحد ما يجيبوا لدي ده ضنايا ده إنك حكيش غيره ده هو ستعتمين من الدنيا يا صبي هاي يا حاجة يا سعدت الزابط بيه هو أنا حجب عليكو ما أنتو كل يوم تاني فيجوا تقفشوه الواجه عن أمو يرجع لي أفاش برموس انتو أضرب عبد الجليل انتو أضرب عبد الجليل انتو أضرب عبد الجليل طب قوليلي حاجة هو عبد الجليل ما قالكيش هو مسافر فين بالظبط قالي مسافر شرم الشيخ يشتغل مع واحد من الكبرات جميل طب ما قالكيش بقى الرجل الكبير اللي بيشتغل معاه ده اسمه إيه بالظبط شوف إن شاء الله عدمك ألف 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 بعد السر يا خوية إن شاء الله عدمك بعد السر أنا معرفش حاجة هو راجل كده سياكة ومحترم وكبارة ويقعدوا يتكلموا ويتودودوا أنا معرفش حاجة ولو عندك مصحف هنا هتقولي أحطوا على علي وحلفلك إن ابن ذا عبد الجليل مش إسرائيلي مش إسرائيلي مش ممكن يا ماما زي اللي يمكن يعمل كده دول أكيد خطفوه أنا حسين بي وهو ماشي كنت حاسة إنه في حاجة بخبيه علي كنت حاسة إنه جوا سر ومش عايز يقولهولي إيه بس يا ربي إلا خلاني سافر طول عمر واقف جاف بي ومرعيني يا ماما ما ممكن يكون ده واحد تاني ويكون كل ده واحد من جواكي أنا حمز إن شان ما أدور عليه وإنساء الله على إيه لا بس مني شتر آخر أنا مش لا أصاب ما أقولك إيه هتا دلوقتي تروح تبلغ لحكومة لازم يدوروا عليه ويلقوه لازم كده برضو يا زير كده تعمل فوقك كده وكمان الراجل اللي خده مع ده لازم كمان تبلغ عنه هو اللي عمل فينا كده هو اللي عمل فينا كده الراجل اللي اسمه نجعت الله إنت بتقول إيه يا شيخ محمد؟ معقول إيه هو الشيخ حسن يا شيخ عبدالله ما تسمع اللي بقولك عليه عرفت ليه بقى هو ترك الجهاد وبعد عننا لإنه كان متفق مع عداء الله استغفر الله العظيم من كل الذنب العظيم إيش كده حسن وربك أراد أن يفضيحه ويكشفه ويتصور وهو أسير مزلول بملابس أعداء الله الصهينة وهو ده بقى السيد اللي كنا بعتبرينه في يوم الأيام واحد مننا وقال إيه كنا جعلينه أمين على الإسلام والمسلمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ناجعة الله واللي معاه لازم يرجعوا لازم تتصلوا بإخواننا في المقاومة اللبنانية وتخبروهم إن إحنا ما بنفرط فيهم بأي ثمن هدولة ضحوا بأرواحهم ونفذوا عمليتهم لكن هم ما نسوا إخوانهم في غزة وإحنا كمان ما لازم ننزاهم يا بوش علان مفهوم؟ مفهوم يا حج فاطمة وإنت يا زيادة من بكرة الصبح بدك تحضر حالك وتنزل على مصر خير يا حج فاطمة في مهمة لازم تنفذها هناك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر